السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً فيك أعزائي الطلبة في شرح جديد من مادة الهايوي اتعلمنا في الفيديو الماضي وحكينا عن الهوريزنتل كيرف وأنواع الهوريزنتل كيرف الأربعة وحكينا في عندي السيمبل كيرف وفي عندي الكمباوند كيرف والسبارل كيرف وايضاً ريفيرس كيرف إن شاء الله في هذا الفيديو رايحين نبلش في تعلم كيفية تصميم السيمبل كيرف تمام؟ طيب إذن الديزاين للسيمبل كيرف احنا حكينا عن أجزاء السيمبل كيرف في الفيديو الماضي ولكن خلينا يعيدهم سريعاً السيمبل كيرف أجزائه اللي هي أول شي نقطة التقاطع حكينا إنه هو عبارة عن طريقين مستقيمين بتقاطعوا فأنا بعمل بينهم كيرف وهذا الكيرف عشان أخلي حركة السيارات سموث تمام؟ طيب هذا الكيرف الآن لو كان سيمبل معنى سيمبل إنه نصف قطره ثابت على طول الكيرف يعني النصف قطره R تمام؟ اللي هو الريد يصئله ثابت على طول الكيرف فبالتالي هذا الكيرف طبعاً هذا هو الكيرف وبالتالي هسا الآن أنا في عندي هنا أول شي نقطة التقاطع حيب أحددها من الخريطة اللي هي الpoint of intersection وفي عندي زاوية هي الميلان بين الطريقين اللي هي دلتا تمام؟ وأيضاً في عندي هذا الكيرف وفي عندي حكينا إنه نقطة بداية الكيرف أسميها الPC point of curve نقطة نهاية الكيرف أسميها الpoint of tangent أيضاً في عندي tangent T اللي هي بترمز لطول المماس اللي هو هذا الطول من هون لهون هذا T وأيضاً هذا الطول من هون لهون T وحكينا إنه T على الجهتين متساوية وحساً رح نفسر ليش إن شاء الله أيضاً حكينا في عندي M اللي هي middle ordinate اللي هي external distance R هي عبارة عن الradius طيب خلينا نبلش في البداية نفسر إنه ليش الدلتا هاي هاي الزاوية دلتا هي نفسها الزاوية هون يعني intersection angle أيوة أو زاوية التقاطع بين الطريقين هي نفس الزاوية اللي بيعملها الكيرف هون ليش؟ إيش السبب؟ فمن يجي للتفسير الرياضي بكل بساطة إحنا بنعرف إنه أي خط بطلع من مركز الدائرة أي خط بطلع من مركز الدائرة على أي مماس من مماسات الدائرة بكون عامودي عليه فأي خط بطلع من مركز الدائرة على المماس بكون عامودي على المماس يعني هذا الخط طالع من مركز الدائرة على المماس هذا فهو عامودي على المماس تمام؟ وأيضاً هذا الخط من الجهة الثانية طالع على المماس على tangent فهو عامودي عليه وبالتالي أنا صار عندي لاحظ أنه في عندي شكل معين شكل رباعي يعني الشكل الرباعي عندك زاويتين قائمات يعني هاي الزاوية 90 وهاي الزاوية 90 وعندك هنا هاي الزاوية دلتة زاوية خارجية الزاوية دلتة بقدر أجيب من خلالها هاي الزاوية هاي الزاوية هي عبارة عن 180 ناقص دلتة طيب معناته أنا في عندي ظل الزاوية هاي المقابلة إلها كم هاي الزاوية المقابلة إليها راح تكون راح تكون مقدارها دلتا طيب كيف عرفت لأنه مجموع زوايا الشكل الرباعي يساوي 360 يعني اجمع الزاوية هاي زائد الزاوية هاي زائد الزاوية هاي زائد الزاوية هاي ولا نفرضينها اكس وقول إنهم بساوين 360 راح يطلع معاك اكس بتساوي دلتا طيب خلينا نيجي نشوف كيف إذن أنا عندي 90 زائد 90 زائد 180 ناقص دلتا زائد الزاوية اكس بمجموح المية وثمانين بطرحل من هون بصير عندي 180 بساوي اكس زائد اللي هي 180 ناقص الدلتا انقل هذول الآن على الجهة الثانية المية وثمانين بتروح مع المية وثمانين و اكس راح تطلع معاك بتساوي دلتا تمام إذن إحنا أثبتنا ليش الزاوية دلتا زاوية تقاطع الطريقين هي نفسها زاوية الكيرف تمام وتسمى بالانترسكشن أنجل ماشي بالبداية لازم يتوفر عندك أيضا الدلتا يعني زاوية التقاطع بين الطريقين لازم تكون متوفرات هذول الثنتين بالإضافة للشغل الثالثة والمهمة اللي هي R وهو الراديس والراديس راح نتحدث عنه بالفيديوهات القادمة وكيف نوجد الراديس وكيف نحدده الآن بالفيديو هذا بهمني كيف تصمم الكيرف تمام ما بهمني كيف تطلع الراديس ماشي فإذن بالفيديو هذا فعليا الراديس اعتبر انه معطى تمام فإذن أنا صار عندي متوفر ثلاث شغلات البي آي والدلتا والراديس الدلتا بعرفها والبي آي بعرفهم من الخريطة والراديس المهندس هو اللي بيحدده ورح نتعلم كيف نحدد الراديس بالفيديوهات القادمة تمام اتوفر عندك الثلاث شغلات الأساسية الآن بدك تيجي تبلش بتصميم الكيرف طيب كيف بدك تيجي تصمم الكيرف بالبداية خليني مسح هون طيب كيف بدك أبلش بتصميم الكيرف بالبداية أنا هدفي بتصميم الكيرف هو إيجاد شغلتين حكينا إذن الهدف هو إيجاد الستيشينات على الكيرف أول شي إيجاد الستيشنز من نقسم الكيرف لستيشن النقطة الثانية بدك أوجد اللي هن زوايا الميلان تمام الآن رح نتعرف شو معنى اكثر واكثر طيب فعشان أوجد الستيشن نيجي للهدف الأول وهو إيجاد الستيشن أو تكسيم الكيرف لستيشن عشان أقسمه الستيشن لازم أوجد الستيشن البي سي وستيشن البي تي يعني لازم بالبداية أجي أوجد البي سي الستيشن لها وأيضا البي تي تمام تمام طيب فأنا بدي هسا أوجد الستيشن للبي سي كيف بدي أوجده أيوة بكل بساطة لو بدي أوجد الستيشن البي سي أو البي تي أنا عندي الستيشن البي آي صح الpoint of intersection لو أوجدت المسافة تي لهي هاي المسافة تي وحكيت البي آي ناقص تي رح أوصل لمين للبي سي صح للpoint of curve ولو حكيت البي آي زائد التي رح أوصل للpoint of tangent تمام فإذا هو بالبداية أنت بدك توجد التانجنت تمام أو التي بدك توجد الطول تي لو أوجدت الطول تي وقلت بي آي ناقص التي فأنت بتوجد بي سي أو وانتبه لأو لأنه هسا في عليه ملاحظة أو أنك بتحكي الpoint of intersection زائد التي وبوجد الpoint of tangent الملاحظة المهمة أنه ما بصير توجد من التانجنت يعني الpoint of tangent والpoint of curve يعني تيجي تحكي مثلا الpoint of curve إحنا شو حكينا أنه الpoint of curve بتساوي البي آي ناقص التانجنت صح والpoint of tangent بتساوي البي آي زائد التانجنت صح هسا ما بصير هذول المعادلتين تطبقهم بنفس الوقت يعني بس بتطبق واحد منهم يا بتروح بتوجد البي سي يا بتروح بتوجد البي تي هسا رح نفسر إيه ليش بعد ما نتعلم كيفية إيجاد التانجنت تمام طيب نيجي كيف من نوجد التانجنت بكل بساطة على المثلثات كيف على المثلثات تعال شوف أنه أنا هنا حطيت خط بالنص زي هيك أسه هذا الخط بالنص بنصف هاي الزاوية وبنصف برضو هاي الزاوية اللي هي الزاوية دلتا كيف ليش بنصفها طبعا بكل بساطة كيف بنصفها لأنه أنا عندي هذا الطول وعندي هذا هيك مثلث تمام أيوة وهذا المثلث هو عبارة عن مثلث متساوي الساقين فأي خط بنزل على القاعدة عامودي على القاعدة أيوة بنصف عندي زاوية الرئيس للمثلث فبكل بساطة هذا المثلث بتتنصف الزاوية دلتا عندي هاي بتصير هون دلتا على اثنين وهاي بتصير هون عندي دلتا على اثنين اعرفنا ليش بتتنصف الزاوية دلتا تمام تمام طيب الآن مننا نيجي للتي التي كيف نوجدها التي نوجدها من خلال هذا المثلث لو أخذنا هذا المثلث هيك اللي بدلونه بالنون الأحمر أو المثلث المعاكس تمام طيب يا هذا المثلث يا المثلث الثاني فأنا عندي هذا المثلث إذا احنا حكينا انه هاي زاوية تسعين بين هذول الظلعين هذا الظلع اللي هو R وهذا الظلع اللي هو T اللي بدي أوجده صح وعندي زاوية دلتا على اثنين وهذا مثلث قائم الزاوية فخلينا نيجي نأخذه هون ونشوف كيف انه نوجد T من خلاله تمام إذا هاي المثلث عندي هاي الزاوية دلتا على اثنين هذا الظلع طوله R وهذا الظلع طوله T وهاي الزاوية مقدارها تسعين تمام الآن بكل بساطة بقدر استخدم التان صح لأنه مثلث قائم فبقدر استخدم عليه التان والصين والكوسين صح فبالتالي باجي باستخدم تاني الدلتا على اثنين شو يساوي المقابل اللي هو T على المجاور R T على R ومن هون بقدر أحكي انه T بتساوي R في تاني الدلتا على اثنين تمام وهيك منكون اوجدنا الظلع T تمام او الطول T فاحنا اوجدنا طول التانجنت بما انه اوجدنا طول التانجنت الآن بكل بساطة بحكي انه PC بتساوي PI ناقص طول التانجنت تمام وايضا او او بتقدر توجد P اللي هي بتساوي PI زائد التانجنت واحدة منهم تمام طب ليش السبب ما بقدر يعني اوجدهم الاثنين من التانجنت يعني ليش ايو وليش مثلا يعني هذا الحكي غلط يعني مثلا انا اجيت اوجدت ال PC تمام بلشت بيجاد ال PC طيب ليش انه اوجد ال P ايضا من طول التانجنت هذا الحكي غلط او ليش اذا مثلا صار العكس يعني اوجدت ال P بعدين اوجدت ال PC ايو من طول التانجنت يعني هذا الحكي غلط ليش لان انت في هاي الحالة انت اهملت طول الكيرف مش انت في عندك كيرف طوله لنفترض انه L تمام وفي عندك هون هاي ال PC وهاي ال PT صح وفي عندك طبعا هذول المماسات فانت يوم تأخذ التانجنت على يمين واليسار ايو انت هنا بتهمل طول الكيرف تمام انت اهملت طول الكيرف وطول الكيرف عملية مهمة هون لانك يوم تأخذ يعني التانجنت على يمين وعليسار يعني تطلع PC و BT ممكن هذا الطول ايو لو انك توجده يعني لو انك تطرح ال BT من ال BC عشان توجد هذا الطول ايو يطلع اقل من ال L او اكبر من ال L ما يطلع بساوي ال L فانت هنا فعليا صار عندك الكيرف يعني طوله زاد او طوله قل وبالتالي تسميمك الهندس فصار غلط تمام فبكل بساطة ال P I بستفيد منها بدك تعرف انه ال P I والتانجنت بستفيد منهم في ايجاد ال PC او ال BT طيب احنا شو لطريقة ان نتبهها من نوجد ال PC تمام منا ان نأخذ يعني الامور بسلاسة ونبلش بالبداية بداية الكيرف اللي هي ال PC بده اوجد ال PC فاذا انا اول خطوة عندي هي ايجاد ال PC تمام وانسها الخطوة هاي الخطوة غلط ها انتبه بتقدر توجد ال BT عادي ولكن انك توجد ال PC و ال BT بنفس الوقت من التانجنت هذا الاشي غلط بينما انك توجد واحد منهم عادي هذا الاشي صح تمام فاذا الصح انك توجد واحد منهم ليش الثاني ما بقدر اوجدها من التانجنت لانه هذا الاشي بيعمل لي خلل في طول الكيرف لانه انت هنا طول الكيرف ما اخذت بعين الاعتبار تمام فاذا احنا اول اشي من نوجد ال Station لبداية الكيرف ال Station لبداية الكيرف بطرحه من ال T ال T بتساوي R اللي هو ال Radius في ثاني الدلتا على اثنين والدلتا معي تمام فاذا R في ثاني الدلتا على اثنين بطرحه من ال Pi بعطين ال PC فاذا اول خطوة اول خطوة خلني نضيف بس صفحات عشان نكتب عليهم طيب فاذا اول خطوة هي ايجاد ال PC اللي هي بتساوي PI ناقص ال T وال T بتساوي R في ثاني الدلتا على اثنين القوانين هاي كلها حفظ تمام قوانين السمبل كيرف اللي رح نتحدث عنها في هذه المحاضرة كلها حفظ مطلوب حفظها تمام ما رح تيجي كبشيت بالامتحان طيب نيجي الآن لأيجاد ال P T طيب ال P T كيف ادي اوجدها العش شو طريقة الثانية لأيجاد ال P T شو طريقة اني اوجد ال P T بكل بساطة ال P T لو رجعنا للكيرف يعني نرجع او نرسم الكيرف هون ايوة لو انا عندي هذا الكيرف وانا اوجدت ايش ستيشن ال P T طيب ستيشن ال P T بقدر اوجدها لو اوجدت طول الكيرف اللي هو L هذا الطول تمام لو انت اوجدت هذا الطول ايوة وحكيت انه ال P C زائد L انت هيك اوجدت ال P T تمام اللي هو الستيشن ل ال Point of Tangent طب كيف اوجد ال L بكل بساطة ايوة من قانون القطاع الدائري وهذا قانون رياضي انه بحكي لك مش انت عندك هاي الزاوي دلتا وعندك هذا R وهذا ريدياس بكل بساطة حكي على قانون القطاع الدائري بكل بساطة بحكي لك انه L على دلتا بتساوي 2 by R اللي هو يعني محيط الدائرة على على 360 تمام فاذا L على دلتا بساوي 2 by R على 360 بكل بساطة خلاص انت دلتا عندك وال R عندك هيك بتقدر تطلع ال L تمام طلعت ال L اجمع لها ال PC هيك طلعت ال PT واحنا هيك منكون طلعنا ال Point of Curve and ال Point of Tangent طلعنا ال Station لبداية الكيرف وال Station لنهاية الكيرف وهذا ما يهمنا في عملية التصميم تمام الان مثلا في شغلات زيادة اذا بدك تطلحها زي مثلا طول الكورد زي مثلا الميدل زي مثلا ال E ال External Distance تعال نشوف كيف نطلحهم هذول اي وهم شغلات اضافية اما انا بهمني هسا فعليا انه انت طلعت ال Point of Curve وال Point of Tangent طلعت ال Station تمام تمام طيب نيجي الان نتعلم مثلا كيف ننطلع ال Middle Ordinate وهي القصص تعال نشوف هون على الرسمي هاي نرجع لها خلينا نمسح هذو ونشوف كيف ننطلع هسا ال Middle Ordinate طول الكورد الى اخرين طيب لو بدي اطلع طول الكورد هذا هو الكورد صح احنا حكينا هذا الخط المستقيم بين ال P T وال P C هذا منسميه كورد كيف دي اطلعه لو بنا نرمزه بالرمز C تمام فإذا الكورد نرمزه بالرمز C الطول هذا كامل من هون لهون هو عبارة عن C ايوه بكل بساطة انا مش عندي هذا الخط وعندي هذا المثلث هيك نيجي بناخذ هذا المثلث هذا المثلث طوله R وطوله R وعندي هاي الزاوي كم مقدار هدلت على اثنين تمام طيب انا بدي اطلع ال C هاي ال C ايوه من خصائص المثلث متساوي الساقين انه المستقيم اللي بنزل من رأس المثلث على القاعدة وبكون عامودي على القاعدة ايوه بيقسم المثلث او بيقسم قاعدة المثلث الى نصفين يعني بتصير هاي المسافة C على اثنين وهاي C على اثنين فصار عندي مثلثين فانا باجي باخذ هذا المثلث مثلا وعندي الزاوي دلت على اثنين فبكل بساطة لو ايجينا هون صار عندي انا C على اثنين ايوه وهونا عندي دلت على اثنين وهونا عندي الراديوس فبقدر استخدم ايش قانون اللي هو الصين يعني بقدر اجي يحكي صين الزاوي دلت على اثنين يساوي الزاوي 겠습니다 تمام فبصير عندي C على اثنين بيساوي أر في صين الدلت على اثنين والسي طول الكورد كامل بضرب اثنين بضرب هاي الاثنين هون فصار عندي طول الكورد كامل بيساوي اثنين ار صاين الدلتا على اثنين تمام فاحفظ القانون انه طول الكورد طول اي كورد طبعا يعني سواء للكيرف هاض او لأي كيرف ثاني طول الكورد هو اثنين ار صاين الدلتا على اثنين لو انسيت القانون تقدر تشتقه بكل سهودة تمام تمام طيب اه هزو من نسبة للكورد طبعا الكورد اه راح يفيدنا ايضا في عملية التصميم ولكن يعني فاعته ما بتكون كبيرة زي تمام طيب نيجي الان للميدل اوردينت والاكسترنال دستانس هذول لو بندنا نطلحهم كيف دي طلحهم بالنسبة للميدل اوردينت الميدل اوردينت بكل بساطة لو جينا مسحنا هون حسا طيب الميدل اوردينت عشان اطلحها انا بعرف انه هاذو الطول كامل هاذو الطول من هون لهون هو عبارة عن ار صح وهاي هي الميدل اوردينت طيب لو انا اوجدت الطول من هون لهون ايوة ولنفترض انه هاذ الطول شو منا نسمي مثلا اا طبعا هاي النقطة نسميها او مثلا هاي نقطة مثلا نسميها اكس فلو انا بدي اوجد اا اا الطول او المسافة من اول ايكس خالني نسميها او اكس هيك علي هش حطي يعني مسافة من اول اكس تمام ايواء فلو اوجد المسافة من اول اكس و R أطرحها منها فبطلع عندي M فM شو بتساوي M بتساوي R ناقص المسافة O X طب O X كيف أوجدها على المثلث هذا نفسه يعني على المثلث اللي اشتغلت عليه توني بالكورت فهذا هو المثلث وهذه المسافة اللي كانت هاي النقطة O وهذه X فهذه O X تمام أيوة فبكل بساطة باجب أستخدم قانون الكوساين يعني بقول الكوساين هون الدلت على 2 يساوي O X على R بضرب بR بتصير قيمة O X بتساوي R في كوساين الدلت على 2 تمام تمام فإذن هيك احنا أوجدنا طبعا عوض O X قيمتها هون يعني بتقدر تقول M بتساوي اللي هو الميدل أوردينت R ناقص R كوساين الدلت على 2 بتطلع R في 1 ناقص كوساين الدلت على 2 يعني هيك القانون تاحها بصفي تمام طيب هيك بيقول بساطة هاي الميدل أوردينت بعد ما توجد الميدل أوردينت بتقدر توجد External Distance كيف بدي أوجد External Distance عن طريق التالي خلينا نيجي نمسح كمان مرة هون ومننا أخذ هاسا المثلث العلوي تمام المثلث العلوي هذ عشان نطلع External Distance طيب هسا كيف بنا نطلعها لو أنا أوجدت هاي المسافة اللي هي من Point of Intersection لعند النقطة X خلينا نسميها P-I P-I-X يعني المسافة من Point of Intersection لـ X وطرحت منها الميدل أوردينت رح أطلع ال-E فال-E بتساوي المسافة P-I-X ناقص الميدل أوردينت تمام طيب ال-P-I-X شو هي أيوة أنا عندي طول التانجنت مثلا هون وعندي هذا هون الكورد C على 2 تمام أيوة يعني وبقدر أخذ هذا المثلث مثلا هذا المثلث بدي أخذه تمام طيب زاوية هذا المثلث كيف أجيبها أيوة يعني كيف أعرف إنها هاي الزاوية هي دلتة على 2 بكل بساطة عن طريق التالي إنه أنا عندي هاي الزاوية دلتة تمام وعندي أصلا هاي الزاوية كلها قائمة صح وعندي طبعا هاي الزاوية قائمة طيب أنا هاي الزاوية شو بتساوي إذا هاي كانت دلتة على 2 تمام أيوة فهاي الزاوية رح تكون 90 ناقص دلت على اثنين الصح. لانه مجموعة هذه الزاويتين راح يساوي تسعين equals لانه عندي هاذا تسعين. يعني هنا خليك نجي عالمثلث نرسمه هون. خليك نجي نرسمه على البيج هاي تمام? انا المثلث عندي بهذا الشكل. وعندي هيك. وعندي انا هاي الزاوية تسعين وهاي الزاوية دلت على اثنين وهاي الزاوية حكينا اللي هي المجهولة بس انه هاضا في عليه هيك مماس هون. هذا المماس بس نعلي زاوية تسعين. تمام? المهم تعرف انه هسا هاي الزاوية 90 معناته هاي الزاوية وهاي الزاوية متممات لبعض فبالتالي هاي دلت على 2 هاي الزاوية بتتكون 90 ناقص الدلت على 2 طيب هاي الزاوية معناته كم بتتكون اذا هاي كلها 90 ايوة وعندي هاي 90 ناقص الدلت على 2 بعرفها فبحكي انها راح تكون هاي الزاوية 90 ناقص 90 ناقص الدلت على 2 ويعني 90 بتروح مع 90 وهاي بتصير دلت على 2 طبعا السالب بروح مع السالب تمام فبتصير هاي دلت على 2 فاذا هاي الزاوي اللي هون دلت على 2 برضو الزاوي اللي هون نفس الاشي دلت على 2 تمام فاحنا عرفنا كيف هاي الزاوي صارت دلت على 2 ماشي فانا عندي هاي الزاوي دلت على 2 بالاضافة الى انه عندي c على 2 عندي tangent وبدأي يطلع ال p i x فبكل بساطة باجيب اطبق على المثلث العلوي اللي هو هيك المثلث هاي ال-Pi وهاي ال-X وهاي المسافة من هون لهون اللي هي ال-Pi-X تمام وأيضا هاي زاوية دلت على اثنين وعندي C على اثنين هون طول الكورد وعندي أيضا التانجنت أنا بفضل أنه تستخدم التانجنت هون ليش يعني لأنه التانجنت أنت بتكون طلعتها من البداية أصلا أول شغلة لازم نطلع التانجنت تمام فإذا نحن نطلع ال-Pi-X يعني عشان لو ما كنت مثلا نطلع الكورد بتقدر تستخدم التانجنت تمام لأنه التانجنت أهم الشغلة بدك تطلعها أو أول خطوة عشان تبلش بحل السؤال عشان نطلع ال-Pi-C تمام أما لو كنت نطلع الكورد ساعتها بتقدر تستخدم البداية المهم ال-Pi-X شو بتساوي بتساوي مثلا أو أنك تحكي مثلا ساين الدلتا على اثنين ساين الدلتا على اثنين بيساوي P-I-X على T يعني P-I-X على T بيساوي ساين الدلتا على اثنين تمام واضربه ب T يعني حط T هون وخلص صارت P-I-X بتساوي T ساين الدلتا على اثنين وبعدين تيجي بتعوضها هون تنقل بتطرح منها الميدل أوردينت وهيك بطلع تمام وهيك منكون يقدرنا نطلع كل المسافات اللي بتخص الكيف تمام طيب الآن نيجي نبلش يعني نيجي هسا نطلع اللي هو الهدف الثاني وهو احنا بعدنا أصنب الهدف الأول نيجي نطلع هسا الستيشن نقسم الكيرف لمجموعة من الستيشن بعدين نطلع الدفلكشن أنجل تمام احنا عشان نطلع الستيشن ودفلكشن أنجل بلزمنا يكون عندنا عشان نطلع الستيشن بلزمنا الpoint of curve والpoint of tangent الستيشن ليهم وتعلمنا كيف نطلع الستيشن نطلع الزاوية تميلان كل الستيشن اللي رح نعرفها الآن تمام نيجي أول شيء بالبداية من نقسم الكيرف ل إيش ستيشن طيب هذا هو الكيرف عندي تمام وأنا عندي هاي النقطة اللي هي الPC وهاي النقطة الPT وصار ممعروفات تمام طيب الآن أنا بدي أجي أقسمه لمجموعة من الستيشن كيف أقسمه لمجموعة من الستيشن حكالك بدي أقسمه الستيشن صحيحة كيف يعني صحيحة يعني على فرضا المسافة بين كل الستيشن وستيشن وهي بتكون معطاة أو بتكون معروفة الاشي اللي انت بدك تصمم عليه مثلا 20 متر تمام هاي المسافة بين كل الستيشن وستيشن تمام بسموها ستيشن لينكث تمام فإذا المسافة بين كل الستيشن وستيشن هي 20 متر طيب يعني هسه هي المشكلة وين انه صح المسافة بين كل الستيشن وستيشن 20 متر بس ممكن البي سي ما تطلع من المضاعفات العشرين يعني مثلا هسا انت كيف تبلش لو الطريق مثلا بلشت عندك من هون صفر بعدين مثلا عشرين بتيجي بتحكي أربعين بعدين ستين بعدين مثلا هون ثمانين بس والله البي سي طلعت معك مثلا تسعين ايوه بهاي الحالة هسا انت في عندك خيارين الخيار الاول انك تيجي تزيد على التسعين عشرينات وهذا الاشي احنا ما منفضله ايوه لانه رح يعمل انه مشكلة بالزوايا تاعات الكير في يعني رح يعمل انه تعقيد بحسابات الديفليكشن انجل ايوه فاحنا بقول لك مناش التعقيد احنا مهندسين منحب البساطة فحكالك بكل بساطة الخيار الثاني انك تكمل على الستيشن الا على الطريق يعني هاي الستيشن ثمانين الثمانين شو بيجي بعدينها مية المية بتيجي هون تمام ايوه طبعا التسعين بتيجي بيناتهم ما بيتهمني يعني انا ما بطل على البي سي ولا بطل على البي تي انا ببظل ماشي بالستيشن زي ما انا تمام يعني الستيشن اللي كنت ماشي فيها على الطريق بظل ماشي فيها على الكيرف برضو تمام فاذا ثمانين مية مية وعشرين مية واربعين بعدين مية وستين بعدين مية وثمانين ولنفترض الميتين بتيجي هون وهاي مثلا طلعت مية وسبعة وثمانين مثلا احيانا طبعا بتطلع بالعشار طبعا هاي كيف بنكتبها صحيح احنا هون المفروض حط زائد صفرين هون زائد صفرين أيضاً الستين زائد صفرين لأنهم نكتب ستيشن زائد صفرين المية نكتبها واحد زائد صفرين زيك هاي واحد زائد عشرين هاي واحد زائد أربعين هاي واحد زائد ستين بس أنا عشان السرعة يعني كتبتم أرقام تمام؟ المهم منك تكون يعني المهم منك تكون عارف انهم ستيشن تمام؟ طيب فنفترض أنه البيتي هي 187 يعني واحد زائد 87 هاي كانت تسعين يعني صفر زائد تسعين تمام؟ فهيك طيب فأنا هيك بكون قسمت الكيرف للستيشن هسا ممكن يقول لي الطالب طيب احنا البي سي والبي تي شو استفدنا منهم ما استفدناش منهم اشي لا بحكيه لكن انت استفدت منهم انه ايش مشان الزوايا هسا تاعات الكيرف هذا الكيرف هسا انت يوم ودك تصممه رح يتقسم لأجزاء صغيرة زي هيك تمام طيب فهاي الأجزاء رح تتقسم زي هيك تمام طيب هسا لاحظ انه هذا الطول هنا ثابت عشرينات تمام هاي منوان لهون ولكن عندك هذا الطول وهذا الطول اختلفوا لأني المسافة من التسعين للمية عشرة مش عشرين والمسافة من المية وثمانين للمية وسبعة وثمانين سبعة متر تمام فبالتالي هذول الطولين اختلفوا ايو فهذا الطول هكالك رح نسميه بالتصميم l1 تمام هون بتيتي فائدة البي سي ايوة عشان تطلع الطول l1 تمام وفائدة البي تي انك عشان تطلع الطول l2 فاذا احنا فعليا كيف من نقسم هسه الكيرف الستيشن من نقسمه الستيشن صحيحة يعني نكمل على الستيشن الطريق أيوة ونظرنا ماشينا على الستيشن على نفس الستيشن تاعات الطريق تمام؟ أيوة ونيجي هسا من نطلع L1 و L2 كيف من نطلحه؟ من نطرح الستيشن هاي من الستيشن من البي سي يعني بتجي بتقول مثلا هاي الستيشن 100 ناقص 90 بعطيك عشرة أيوة وعندك البي تي اللي هي بتجي بتطرحها من الستيشن قبلها بعطيك ال2 تمام وبالنسبة للعشرينات هذوره العشرينات هذور بيسموهن الستيشن تمام فصار أنا فعليا عندي اتقسم الكيرف لثلاث أطوان يعني طول ال1 اللي هو طول بداية الكيرف أيوة طول ال2 اللي هو طول نهاية الكيرف والستيشن اللي هي أطوال الستيشنات تمام وهذا الاشي لاحظ أنه فادني هون أنه هاي المسافات ظلت ثابتة هاي المسافات ظلت ثابتة شو رح تركس راح تحكس عندي الزاوية هاي اللي هي الزاوية هاي الزاوية راح تحكس عندي نحظ لها متساوية لاحظ الزواية لأطوال الستيشن أيوا بتكون ثابتة طب ليش ثابتة؟ لأنه الرادياس نفسه وأيضا طول الستيشن ثابت يعني بكل بساطة أنا كيف بدي أجيب الزاوية لأي كيرف حكينا على القانون اللي هو الطول على الزاوية مقدار الزاوية هنا الزاوية من هنا نوزلها بالرمز D تمام فهي الزاوية D بتساوي R في الرادياس على 360 تمام طيب فالستيشن لاحظنها ثابتة يعني هنا الستيشن وهنا الستيشن وهنا الستيشن وهنا الستيشن وعندي هنا R أيضا ثابتة يعني هذا الرادياس ثابت تمام لهذول الأقسام من الكيرفات كلهم فبالتالي الD راح تضلها ثابتة وهذا الإشي يعني فادني في التكسيمة هاي إنه خلت الD عندي ثابتة تمام؟ هس ممكن تحكيلي طيب ممكن يعادي يعني مثلا لو زدت أنا عشرينات يعني لو زدت على التسعين عشرينات أيضا رح يطلع عندي زاوي ثابتة أيوة بحكيلك ماشي ولكن هذا الإشي بفرق معك متى يوم يكون في عندك أعشار يعني البي سي تطلع مثلا تسعين فاسة خمس تلاثين خمس تلاثين هذول داك تأخذنا بعين الاعتبار فهذول بيغلبنك في الحسابات لاجل هيك أحكيلك أبسط شيء إننا نأخذ ستيشينات صحيحة وهذوله البي سي والبي تي انطلع من خلالهن الوان والالتو والالتو الله بيعيننا عليهم تمام؟ طيب الالوان والالتو سموا زواياهن هاي رو وان وهاي سموها رو تو تمام؟ طيب من خلال هاي الزوايا الآن من نتعلم كيف نطلع الدفليكشن آنجل تمام؟ طبعا الدي مش دفليكشن آنجل دي مش اختصار لدفليكشن آنجل دي اختصار لدقري أوف كيرفج مهم تعرف اسمها اسمها دقري أوف كيرفج فبس أحكيلك دقري أوف كيرفج هي الزاوية دي هاي تمام؟ أيو بالنسبة هاي لرو وان وهاي زاوية رو تو الرو وان اللي هي الزاوية أيوة عند البي سي والرو تو اللي هي الزاوية عند البي تي تمام؟ فهذا هم الزوايا وهاي هي التقسيمة موضحة أيضا بالشكل هاذ فيعني نرجع نعيدها عشر السريع, أنا عندي هنا الـ PC, عندي هنا الـ PT, طلعتهم طبعا طلعت الـ PC وطلعت الـ بعدين بدي أجي أقسم الكير في كل بساطة بمشي, أول شي مسافة L-1 طبعا هاي الألون أنا بكون معارفة فعليا أنا بمشي على الـ Station الصحيحة بعدين بطلع هاي الألون يعني أنا بجيب هاي الـ Station بعدين باجي بطلع الألون وإن شاء الله هذا الحكي يتوقع ممكن مش واضح حسة كثير ولكن راح يتوضح مع المثال تمام فالمهم هسا تعرف انه انا مشيت بالستيشن صحيحة عشان اجيب الستيشن هاي وبمشي يعني بالستيشن عادي فعليا ما بتفرق معي طريقة يعني انه وضع الكيرف هذا يعني يوم انا حطيت كيرف ما بفرق معي كيف انا يعني راح امشي بالستيشن بظل ماشي بالستيشن طبيعي عادي ما بيأثر علي بشي بس الفكرة انه اول جزء من الكيرف راح يكون الون طوله وهاي الاجزاء كلها خلينا نحطه باللون الاحمر هاي الاجزاء من هون لهون من هون لهون من هون لهون ومن هون لهون ومن هون لهون كلها طولها ثابت اللي هم قدار طول الستيشن اللي بعطيني اياه او اللي انا بدي اصمم عليه سواء كان عشرين متر او ثلاثين متر تمام وايضا هاي المسافة بيسموها ال 2 طبعا ال 1 و ال 2 لازم يكونوا اقل من طول الستيشن ال 1 و ال 2 لازم يكونوا اقل من طول ال الستيشن تمام وهذا الاشي راح يبين معناك برضو بالمثال تمام طيب الآن حكينا أيضا أنه الزوايا لهاي الأجزاء من الكيرف هي ثابتة لأنه طول الستيشن عندي ثابت أو الطول الجزئية هاي ثابت تمام فبالتالي بعطيني طول ثابت فهذور زموهن دي دقري أوف كيرفج وأيضا الزاوي هاي رمزولها برمز رو وان وهاي الزاوي رمزولها برمز رو تو أحيانا الرو وان ما بكتبوها هيك بكتبوها هيك زي الأس تمام وأحيانا هاي بكتبوها فجazطو هيك تمام فيعني الرمزين هذولة معناهن الرو اللي هي الزاوية البدائية للكيرف والرو تو هي الزاوية عند نهاية الكيرز تمام وهيك أنا بكون طلعتها الزاوية هسا فائدة هاي الزاوية بتيجي في ايجاد الي هي دفلكشنёл طب شو هيد دفلكشن ان اجيل تعال بكل بساطة بحكي لك ياهون على المثال على الرسمي هاي تمام طيب فعلى الرسمي هاي الديفلكشن انجل اللي هي الزاوية من هذا الخط اللي هو الخط اللي أنا بلشت الجحيم ابتارات الزوج . هذه نقطة لا تسميها . الزوجة انصالنا للميال مبدو ببدو . هذه انصار الزوجتي تسميها للميال مدول sm تمام؟ فهي الزاوية من هون لهون تسمى برضو من هون لهون هايدو .. من هايدو ومن هايد طريق لهون هاي دفليكشن أنجل لآخر ستيشن عندي فالدفليكشن أنجل هي عبارة عن زاوية الميلان من الطريق المستقيم لين؟ لعند الستيشن الزاوية اللي بدي أميل فيها عن الطريق لعند الستيشن هاي الزاوية طبعا بتفيدنا بتحديد موقع الستيشن بدقة يعني أنا بعرف بالبداية الطول للستيشن يعني بعرف مثلا إنه هذا المسافة من هون لهون مثلا عشرين برضو أنا الآن بدي أعرف إيش الزاوية يعني مشان أجي أنا بعرف المسافة وباجي بعرف الزاوية تمام قديش بدي أميل أو بدي أبعد عن الطريق الأصلي عشان أعمل هذا الكيرف تمام؟ وهذا الإشي يعني بيستخدموه بالأجهزة بالموقع يعني في الدفليكشن أنجل هدفها إنه أحددك برضو كمان موقع الستيشن يعني بالضبط أجيبها تمام؟ بحيث بعدين أجي أحفر الطريق أو أرسم الطريق أو أبلش أصمم الطريق على طول هاي الستيشن ماشي؟ فأنا الآن بدي أحدد مقدار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعني بدي اجي اول اشي اخذ الجزء هاذ تمام هذا الجزء هاذ الو زاوية مقدارها رو وانا عندي هاي الطريق الاصلية تمام هذه هي الطريق الاصلية طيب الآن انا بدي اجيب زاوية ميلان هاي الستيشن عن الطريق طبعا زاوية ميلان هاي الPoint of curve لا لها زاوية ميلان عن الطريق هاي زاوية ميلانها صفر ليف الديفليكشن الانجلها صفر لanswer انها واقع على الطريق نفسها تمام فانا بدي اجيب زاوية هاي كيف consultants'و من هون هون يعني لو اجيب حطية كورد هيك خط مستقيم تمام هذا الخط المستقيم usando اهو كورد انا بدي هذا الكورد من هون لهم هذا من سميه كورد للكيرف صح طبعا هذا الكورد رح يكون طوله أيوة تقريبا نفس طول الكيرف نفس طول الأرك أيوة الكورد رح يكون طوله تقريبا نفس طول الأرك أيوة ليش لأنه أنا قسمته الكيرف يعني مناطق صغيرة قسمته المجموعة من الكيرفات الصغيرة تمام المهم نيجي الآن لأنه بدي أوجد الزاوية هسا إحنا حكينا تونى بإثبات بإثباتات الكيرف تونى إيش حكينا إنه هاي الزاوية الزاوية من المماس لعند الكورد بتكون هي رو على اثنين يعني نفس هالزاوية هاي بس على اثنين أيوة وهذا الإشي بيناه يوم ما إجينا عملنا هون يعني لو إجيت أنا حطيت هون مماس تمام لو إجيت هون حطيت مماس هذا المماس وهمي ماشي حطيت هون مماس رح يتكون عندي هذا المثلث وحكينا أنا في عندي هذا الخط في عندي هذا الخط تمام هذولة زاويتهم قائمة على بعض وحكينا لو نزلت خط زي هيك خلينا نيجي نوضحه هون بشكل أكبر أحسن أيوة أنا عندي هذا الأرك وهذا الكورد وأنا عندي هذا الشارع الأصلي وعندي هنا في مماس طيب فأنا إجيت حكيت أنه أنا في عندي لو نزلت خط هيك أيوة هذا الخط رح يقسم لي الزاوي لقسمين هاي روان على اثنين هاي روان على اثنين كيف هاي الزاوي بتكون روان على اثنين نفس هاي عن طريق أنه هاي الزاوي كاملة تسعين ليش؟ لأنه أي خط من مركز الدائرة على أي مستقيم بمسها بكون قائم عليه تمام؟ يعني الزاوي بين هذا المستقيم وهذا الخط اللي هو الراديس بتكون قائمة فبالتالي أنا قلت هاي روان على اثنين بناء على إيش؟ إنه أنا عندي هذا مثلث قائم صح؟ فبالتالي هاي روان على اثنين معناته هاي الزاوي بتتكون متممة للروان على اثنين يعني تسعين ناقص روان على اثنين طيب وهاي برضو بتتكون متممة لهاي فبتطلع عندي row 1 على 2 طيب اثبتناها بس بدلتا اثبتناها بدلالة الدلتا تمام اذا ما فهمت هون اتمنى ترجع بالفيديو لورا ورح تفهمها ان شاء الله ولكن اللي بهمك انك تعرف انه هاي زاوية رح تكون row 1 على 2 فالdeflection angle اول station هو row 1 على 2 تمام طيب نيجي يهزر الستيشن الثانية نيجي للستيشن الثانية deflection angle للستيشن الثانية طيب تعال نشوف كيف بس خلينا نمسح هون نمسح هاي الشغلات طيب deflection angle للستيشن الثانية اللي هو مثلا خلينا نعطي هذين لون طيب deflection angle للستيشن الثانية هاي الستيشن الثانية بحط خط مستقيم هيك بقطع للستيشن تمام و بدي الزاوية هاي صح طيب هسا بدي اجيب الزاوية هاي كيف بدي اجيبها قل لك بكل بساطة احنا شو من نوخذ هسا الجزئين هذولا سوا من نوخذهم تمام احنا اول ايش اخذنا الجزء الاول لحال هسا بنا نوخذ الجزئين الثانيات سوا يعني هسا هيك صار عند الارك هيك وهيك وهيك وفي عندي جزئين في في عندي جزء الروان وجزء دي اول جزء من الدي تمام طيب لاحظ انه انا في عندي هذا هو هاي الستيشن اللي بدي اجيب هالهي ستيشن 2 بدي اجيب زاوية الميلان تاعته لو اجيت رسمتي اللي هو الخط المستقيم تاعي اللي هو من مثل بالكورد فهذا يعتبر كورد طبعا هذا الخط المستقيم هذا من هون لهون يعتبر كورد فانا بدي اجيب الزاوية من هون لهون اللي هي نفس الزاوية من هون لهون نفس هاي الزاوية اللي هي راح تكون مجموع هذول الزاويتين على اثنين يعني رو ون زائد دي على اثنين تمام وبتقدر را تقول انها بتساوي رو ون على اثنين زائد دي على اثنين طيب الان برضو نفس الكلام بدي اطبقه على الستيشن رقم ثلاث الستيشن الثالثة يعني لها الستيشن هاي الستيشن بدي اجي اخذ خط مستقيم الها هيك ايوه اطلع اللي هي زاوية الميلان اهنا بالستيشن الثالثة راح الاحظ راح اخذ دي ودي ورو ون تمام فرح اخذ ثلاث اجزاء من الكير تمام فخلينا هنا ننضيف بيج طيب فانا عندي هذا الارك الارك في كم في ثلاث اجزاء يعني في عندي هذا الجزء هذا الجزء هيك هذا جزء رو ون هذا جزء دي وهذا جزء برضو دي تمام وبدي اطلع الزاوية الميلان هاي الستيشن رقم ثلاث عن المستقيم او عن الشارع تمام فبكل بساطة اه راح تكون هاي عن طريق اني بس ارسم كورد هون راح تبين معي انها بتساوي الزاوية هاي كاملة على اثنين يعني رو ون زائد دي زائد دي على اثنين تمام اللي هي بتساوي رو ون على اثنين زائد دي على اثنين زائد دي على اثنين وهيك انت بتكون طلعتي للفليكشن انجل الستيشن ثلاث برضو ستيشن اربعة ستيشن اربعة راح تزيد كمان دي على اثنين ستيشن خمسة برضو راح تزيد دي على اثنين بهمني تكون فهمت من وين اجن هذول زيادات يعني لاش انا بزيد دي على اثنين لانه هني فعليا بكونن كلهم مجموعات يعني بجمع رو ون زائد دي زائد دي زائد دي وبقسمهم كلهم على اثنين بس انا وزعت الاثنين عليهم تمام لانه المقام يعني هون وزعناه على الوسط فالفكرة هون انه انت اول station يعني فصارت عندي هيك الفكرة انه انا عند اول اش انا بكون عند ال PC ال deflection angle لها صفر تمام ال first station اللي هي row 1 على 2 ال deflection angle لها ال second station رح تكون row 1 على 2 زائد ادي على 2 تمام ال third station رح تكون عبارة عن row 1 على 2 زائد d على 2 وبرضو بزيت كمان d على 2 تمام يعني هاي الفوقيها زائد d على 2 زي هيك ال fourth station ايو رح تكون عبارة عن row 1 على 2 زائد d على 2 زائد d على 2 زائد d على 2 وربط يعني ال five station برضو وهكذا رح تظهرك تزيد d على 2 لحد وين لحد ما توصل لعند ال row 2 على 2 تمام ايو يعني هون نيجي نحكي N-1 station وعندي ال N station اللي هي اخر station N station يعني اخر station N-1 station اللي هي ال station قبل الاخيرة تمام هاي ال station قبل الاخيرة وهاي الاخيرة تمام دي على اثنين زي دي على اثنين رح تظل لك تزيد تتوصل لعند الروت وعلى اثنين طيب الان مع الستيشن الاخيرة في ملاحظة مهمة عشان تتحقق من حلك ايوه تعال خلينا نشوف وهون لاحظ انه الستيشن الاخيرة اللي هي زاوية تاعتهم خلينا نمسح بس هدول فاحنا فهمنا كيف هسا نجيب الديفليكشن انجل بس الفكرة انه وظل لك تزيد زوايا تمام طيب فاحنا اعرفنا هسا كيف نجيب الديفليكشن انجل فهسا في ملاحظة مهمة يوم ما تصل لعند هاي الستيشن دي هي اخر استيشن بدك تجيب الزاوية هاي تمام الزاوية هاي لاحظ انها يعني نفسها كأنك قاعد بتوخذ الكورد هذا كامل وبتوخذ الزاوية من هون لهون اللي هي نفس الزاوية من هون لهون صح هاي الزاوية قلنا هي عبارة عن رو وان على اثنين زائد دي على اثنين زائد دي على اثنين لحد ما توصل لعند الروتو على اثنين لاحظ انه هاي الزاوية هي نفسها دلتة على اثنين مش كانت هاي الزاوية كلها دلتة صح ايوة والزاوية الكلية اللي رح نصل الها بالاخير هي لازم تكون نفسها دلتة على اثنين او قريبة منها يعني ما تكونش بعيدة عنها كثير تمام فبالتالي انت رح تصل بالاخير لزاوية المقدار هدلتة على اثنين يعني لاخر ستيشن هو رح يكون نفسه الدلتة على اثنين وهيك انت بتكون تقدر تتحقق من حلك. إذا أنت يعني جاوبة الستيشن صح. تمام. فإذا أنت حليت الديفليكشن أنجل صح المفروض آخر زاوية يوم تجمع روان على 2 زائد D على 2 زائد D على 2 زائد D على 2. لحد ما تصل عند الروت هو على 2. المفروض هاي تطلع نفس مقدار الدلتة على 2. تمام. وبسميها دفليكشن أنجل. ركز بالتسميات الدفليكشن أنجل آخر ستيشن آخر يعني هاي الدفليكشن أنجل الأخيرة بسميها Deflection Angle أخر Deflection Angle بسميها Deflection Angle At Point of Tangent يعني At P T فالDeflection Angle عند ال P T هي نفسها بتكون الدلتة على اثنين تمام هي نفسها لازم تكون الدلتة على اثنين يعني أنت بس تجمعها وتطلحها مفروض تطلع نفس الدلتة على اثنين وهذا الأشي نحن من خلاله نقدر نتحقق من حالنا تمام طيب وهيك أنت قدرت توجد الستيشنز يعني قدرت توجد الستيشن للكير انت طلعت الستيشن هيهم هون طلعتهم وطلعت الديفليكشن أنجل المفروض هسه تيجي تعمل جدول بسيط ايوة انك تيجي تحط هون فيه والله الستيشن تمام تحط له هون الستيشنز تبلش بالبي سي بعدين فيرستيشن الاولى الثاني الثالث لحد ما تصل لعند البي تي تمام بعدين تيجي تحط الديفليكشن أنجل اولا تحط يعني خلينا هون نحط البيت ايوة وهون نحط مقدار الستيشن يعني هيك الجدول المفروض ايوة نحط مقدار الستيشن ستيشن البي سي تكتبها كرقم يعني مثلا طلعت مثلا مية وتسعين تحط واحد زائد تسعين ايوة الستيشنات هذور تكتبهم مثلا هاي ميتين مثلا طلعت هاي ميتين وعشرين هاي مثلا ميتين وثلاثين ميتين واربعين وإلى آخر هي لحد مثلا ما تصل لهون اللي هي مثلا البي تي بتكون عندك مثلا مثلا طلع الثلاثمية مثلا نفترض انها طلع الثلاثمية ماشي ايوة بعدين بعد ما تكتب الستيشن بتيجي ايش بتكتب بتكتب هنا الدفليكشن أنجل تمام بتطلع الدفليكشن أنجل لكل ستيشن اول عند البي سي ما في دفليكشن أنجل صفر بعدين بتيجي بتكمل بتطلع الدفليكشن أنجل هاي رو 1 على 2 مفروض تكون هاي رو 1 على 2 زائد D على 2 هاي رو 1 على 2 زائد D على 2 زائد D على 2 هاي رو 1 على 2 زائد D على 2 زائد D على 2 لحد ما تصلى عند الرو تقو على 2 تمام وهك انت بتكون كملت الجدول بيظل كمان في فرع من الجدول المفروض نكتبه اللي هو الكورد تمام يعني احنا طلعنا ستيشن وطلعنا دفليكشن أنجل المفروض كمان نطلع الكورد لكل جزء تمام طول الكورد كل جزء طول الكورد رح يكون قريب من طول الأرك يعني رح يكون قريب من الـ L1 رح يكون قريب من الـستيشن رح يكون قريب من الـL2 تمام طول الكورد كيف ب 전�악كتبه احفظ القانون اللي هو الكورد شو بيساوي اثنين R في صاين الزاوية على اثنين بغض النظرة شو هي الزاوية تمام فصين الزاوية على اثنين طيب هسا بالنسبة للكورد عند أول استيشن أو عند البي سي الكورد كمان بيكون صفر يعني هون عندي هاي بتكون صفر والكورد أيضا بيكون صفر تمام أيوا وبعدين فإذا انت عندك اللهم س Energy محمد اللي هي طلعت البي سي meter والديفلكشن الانجل والاورد عندك بيكون صفر عند البي سي تمام فالديفلكشن الانجل والكورد بيكون صفر عند البي سي ماشي طيب عند الفيرستستيشن زي ما حكينا هاي زاوية رح تكون رو 1 على 2 طيب الكورد شو بكون بكون 2R في صين مش الزاوية هاي مش صين الديفلكشن انجل لا ايو بتيجي بتحكي صين الرو 1 على 2 اللي هي كيف طلعته انا اجي تأخذت والله الجزء تا الرو 1 ايوه وطلعت طول الكورد هذا اله تمام طول الكورد هذا اله كيف بدي اطلعه بدي اقول له 2R في صين الزاوية على 2 اللي هي صين الرو 1 على 2 طيب السكند ستيشن السكند ستيشن ايوه الجزئية تاعتها هي دي بس انا بأخذ جزئية لحالها انا ما بأخذه المتراكمات زي لا بأخذ كل جزء لحاله تمام فعند الستيشن الثانية رح تكون الدفلكشن انجل رو 1 على 2 زاوية دي على 2 ولكن بالنسبة للكورد رح اجي اقول انه هو عند الستيشن الثاني ولا طول الكورد هايو اللي هو هذا الكورد ايوه ورح يكون عبارة عن 2R في صين الدي على 2 تمام فطول الكورد هنا رح يكون 2R في صين الدي على 2 فالكورد انا ما بأخذه ما بأخذه نفسه اللي هو زاوية وانجل لا انا بأخذه يعني كجزء منفصل بأخذه الكيرف كجزء منفصل تمام في حال ايجاد الكورد ففعليا انا هنا يعني يوم ما ااجي للثيرت ستيشن برضو الثيرت ستيشن رح تكون 2R في صين الدي على 2 تمام والفورث ستيشن 2R في صين الدي على 2 لحد ما اصل لعند البت اللي هي راح تكون 2R في صين الرو 2 على 2 تمام وهي كان بكون اعرفت كيف اطلع الكورد طبعا فائدة الكورد فقط انه بالتحقق انه لازم هاي الرقم مثلا هذو 2R في صين الرو على 2 لازم يكون قريب كثير من ال 1 أي والرقم هذ لازم يكون قريب من ال الستيشن تمام الرقم هذ لازم يكون قريب من ال 2 تمام اذا كان بعيد عنه او اكبر منه معناته انا في عندي غلط بالحسابات المفروض يطلع اقل منه دائما طول الكورد بيكون اقل من طول الارك فبطلع منه بطلع اقل منه باشي بسيط يعني بطلع اقل منه باعشار بسيطة تمام هذا الاشي ان شاء الله راح نشوفه بمثال الجاي اه وهي كحنا منكون يعني شرحنا السيمبل كيرف شرحنا كيف تصمم السيمبل كيرف نظريا ان شاء الله بالفيديو القادم راح ناخذ مثال ونطبق على كل هاي المفاهيم اللي اخذناها وتتوضح الافكار اكثر واكثر اتمنى يكون الشرح عجبكو اذا عجبكو الشرح حطونا لايك ادعمونا ايضا باشتراك وايضا حطونا تاريخ حلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته